أخي يوسف مش عارف أنا موضوع كبير كبير موضوع الدم في العهد القديم وفي العهد الجديد لو بنا نعمل هي كرابين بأكم دقيقة وعاوز تحكي لنا عن أهمية الدم المسيح إيه ممكن نتكلمنا عن الدم اتوضحه لكل مشاهد الدم مفيش يعني واحد يهب شيء أو يعطي شيء أفضل من أنه يعطي دمه الجود بالنفس أقصى غاية الجود فواحد أدى لك نفسه أدى لك حياته وهو فعلا زي ما قالت الصورة الجميلة سألت ربنا قد بتحبني فتح زراعه على اتساعها ثم نكس رأسه وأسلم وروح لأ بعد كده جاو جندي تعرف بحربة في جبه وللوقتي خرج دم وماء كنا محتاجين للدم نعم للتكفير كنا محتاجين للماء نعم للتطهير وبدون هذا وذاك ما كان يمكن لأي إنسان أن يخلص خلصنا شكرا لله بركات لا حصر له نخدها عن طريق دم المسيح يعني دم المسيح بياء للمؤمنين به بركات جزيلة جدا رائعة جدا يعني وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهاداتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت حتى الكلام ده بيتقال عن ناس حتيجي بعد اختطاف الكنيسة أنا مش عايز أدخل في التفاصيل النبوية لكن عايز أقول إن قيمة دم المسيح لا ما نعرفش نجيب أولها فين وآخرها فين لكن الله عنده جود كثير من نحونا عاوز يدي هو معطاء هو كريم جواد لكن على أساس البداية هو أن الإنسان يقبل ذبيحة المسيح الفداية وإلا ابن الله ييجي من السماء للأرض ويعيش ويتقلم ويتهان ويتصلب ويموت ويتدفن ويقوم وبعدين يعني كل ده ملوش قيمة عندنا لا في الحقيقة يعني مأساة كبرى كان أفضل مش عايز يتوب إن الرب ما يجيش لكن جاه أنا مش بختار النهاردة هو ييجي ولا ما يجيش يموت ولا ما يموتش هو جاء ومات وقدم العطية لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة والحياة الأبدية مش كمية حياة كبيرة لكن نوعية حياة مختلفة يعني الملاكي معدومش حياة أبدية حتى لو كان لهم تواجد إلى أبد الأبدين لكن الحياة الأبدية هذه الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت إذن الحياة الأبدية نوعية حياة الله حياة الله أنا أشارك الله في نوع حياته الإجابة نعم عشان كده مساكين الفاهمين إن الجنة جنة الخلد مجرد لذات وحاجات منها كتير يندلها الجبين ويخجل منها الإنسان المحترم لا الحياة الأبدية بمعناها هي ذات نوعية حياة الله شركة معه قداسة مطلقة كاملة موسيقى 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 موسيقى